أنا مع احترام الشديد مكان لمدرب محترم جداً ويعمل زي ما أنت ولت في المقدمة ويقرأ المباريات بشكل جيد جداً ومدرب عمل أفرد في المنتخب الأولمبي وقاده في أمام أفريقيا تحت 20 وفي الأولمبيات بشكل جيد جداً ولكن يأخذ عليه عدم إيجاد بديل جيد للعبين الأساسيين يعني ما تجي تبص على المنتخب في خط الدفاع تحديداً بين الدفاع مفيش بديل لعسامة المجيد ولا لعمر فايد مفيش بديل لزيزو مفيش بديل عمر فايد مفيش بديل عسامة فصل يمكن الخط الوحيد المتكامل هو خط وسط الملحب في وجود النني كوكا شحاتة صابر زياد فؤاد في أكتر من لاعب في أكتر من عنصر قوي ويقدر يشيل في المنتخب بشكل كويس جداً طيب أضافة لحمز علاء وحمز علاء أنا هنا أجي أقول لك إنه بعض الناس انتقدت فكرة إنه الأندية متعونيتش مع المنتخب الأولمبي هو ده سبب الغيابات الكتير بصب أنا مش عايز مزايدات وهجي لك تحديداً هو أنا أقول لك بعض الناس قال لك إنه النادي الأهلي كان ممكن يسيب لعيبته للمنتخب الأولمبي دي مزايدات مزايدات ليه بقى؟ هو قال لك يعني وللأسف الشديد مزايدات من الناس المفروض إن هي بتشتغل في الكرة أو محللين أو مقدمين برامج دي مزايدات ماشي؟ لأن أنا لو أنا بقاسها كده محمد صلاح نادي رفض أمر مرموش نادي رفض تريزيجي نادي رفض مصطفى محمد نادي رفض ده بره ملهمش علاقة بالوطنية بس أنديتهم رفضت معهم عقود احترافية أنديتهم رفضت تعالى بقى الأندية في مصر الأهلي رفض بينافس عالدوري لا لما يطلع موزياه يقول لك ما الأهلي كان ممكن ياخد الدوري من غير إمام عشور ومحمد عبد منعم طب أفرض خسر الله لو الزمالك بينافس أو متحددش أنه هو حلع في الكونفودرالية من قبل البطولة هل كان الزمالك هيسيب زيزو؟ أنا عايز حد يجاوبني لا ما كانش هيسيبه ما كانش هيسيبه أنا معرفش أنا في الحراج بطوله ده أنا معرفش في الحالتين هاي الآية لو ساب لعيبته هيقدر يكسب الدوري أو لا وهل الزمالك لو كان بينافس كان هيسيب زيزو؟ كلها حاجات مش عارفنا زائد إن أنا لا والإسماعيلي اللي بصارع في الهبوط هل هيقدر يسيب لعيبته؟ وانت عندك في الإسماعيلي في عمر الساعي وفي عبر حمان مجدي عنصري مؤثرين جدا في الإسماعيل وكان ممكن يروح المنتخب خاصة أنه عمر الساعي تحت السن يعني عبر حمان مجدي ممكن كان يبقى بديل للزيزو أو تالث أعيب مؤثر جدا وعمر الساعي لمؤثر جدا وكان موجود في المنتخب الماشي العسق الاني، ما راحش للمنتخب ممم كان مدافع قوي وكان يبقى بديل لفايد وحسام عبد مجيد رمضان بيكم بخدتوش ليه من سربيكا ماخدتش ليه وسامة جلال من بيرامتز او مرعي من بيرامتز ودول لعيبة مؤثرة في الدفاع وكان ممكن تخدهم فانا بس مش عايز مزايدات بعيدا بقى عن صباح المهلي والزمان كان عندك خيارات اخرى وكان مفروض مكال يبص على 18 نادي ميبصش على نادي واحد 18 نادي فيهم لعيبة مميزين في مراكز وكان ممكن يبقى بودلاء جايجين جدا صحيح للي موجودين صحيح هو عمل تيم كويس لكن ماخدش بودلاء صحيح طيب